نشوف الواقع اللي في ليبيا واقع مخيفة جدا لما لازم تحزن جدا لما طبيب مصري وزوجته الطبيبة يتم قتلهما قتلهما في ليبيا على يد الجماعات الارهابية وميليشيات الخطف وتقوم باختطاف ابنتيهمة 16 سنة فهنا الواحد المشاهد اللي انتو بتشوفوها يعني ما الذي دفعنا الى الزهاب الى هذا الجحيم هو جحيم ليبيا في جحيم بسبب الجماعات الارهابية لكن كمان لازم يبقى عندنا استراتيجية لكيفية حماية المصريين هناك ودعوتهم للعودة ويبقى عندي خطة تتعلق بذلك شقيق الشهيد الدكتور سمير صبحي حيقول لنا التفاصيل يا دكتور سمير البقاء لله وربنا يصبركم جميعا كايش حياتك البقاء يا سيد وعيد قل للدكتور مجدي والدكتورة صحر بقى لهم كم سنة في ليبيا من سنة 2001 تقريبا يعني بتاع 14 سنة دلوقتي 2001 وبشتغلوا في المستشفيات الليبية أيها طيب لما حصل في الأيام الأخيرة أنه في عمليات إرهابية يعني خلينا أسألك الأسئلة اللي هي يجب أن نسألها لماذا لم يفكروا في العودة كأسرة هو صراحة قال أنه هو قاعد في منطقة أمان والناس اللي هنا بكلهم عارفين وراجل قديم معهم وكان متطمن بالناس اللي حواليه هو كان قاعد في في جارب في السد فين؟ في السد جارب بعد سرتب 40 كيلو تقريبا بعد سرتب 40 كيلو يعني أعطى الأمان على اعتبار أنه مرتبط بالعائلات الليبية هناك أيوة لأنه طبيب وزوجته طبيبة يعني زوجته صيدلانية صيدلانية كيف تم قتل هنا؟ اللي سمعناه أنه دخل عليهم ملسامين الساعة 4 الفكر كتفوا ده وقتلوه وقتلوا مراته وخطفوا بنته الكبيرة وسابوا البنتين الصغيرين خطفوا البنت الكبيرة 16 سنة مش كده؟ 14 سنة 14 سنة وصابوا عنده عنده مين تاني؟ عنده بنتين 10 سنين و9 سنين سابوا الأطفال سابوا الأطفال وخدوا يعني البنت أيضا طفلة ولكن خدوا الـ 14 سنة أيوة في حد شاف بعض الشهود قالوا لكم تفاصيل عن أن السلطات اللي بيه عملت حاجة ولا ما عملتش حاجة وأنا ليه أخوي في مصراطة هو اللي بلغني الخبر وهو راح على هناك على سرط راح على سرط عشان يشوف إيه اللي حصل آه عشان يشوف إيه اللي حصل طيب ما فيش شك يا دكتور سمير الواقعة مؤلمة جدا بس خلينا نهتم يعني بما هو حي يعني ربنا يصبركم في الفقيدين طبعا يعني كل همنا البنت كل همنا البنت كيف يمكن أن نستعيد البنت اسمها إيه اسمها كاتي كاترين 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 مجدي صبحي كاترين مجدي صبحي كيف يمكن أن نستعيد كل السلطات ياريت يعني الجهد اللي ممكن يتعمل هتقول لنا صورة كاترين كده وهي صغيرة دي من خمس سنين مش كده آه دي من خمس سنين طيب يعني أنا شايف هوات الصور مؤلمة مؤلمة لأطفال في عمر الظهور آه فقدوا الأب والأم بعد التعليم والبنت مخطوصة طيب أنا الحقيقة شايف المأساة اللي احنا شايفينها حتى تحرج بعض المسؤولين في أنه آه قتل الأب وهو طبيب مصري ناجح قتلت الأم وهي صيدلانية مصرية ناجحة أسرة آه تمزقت وضاعت على الأقل نسعى للبحث عن كاترين مجدي صبحي ونحاول نكسف اتصالات ونحاول أن احنا نمارس ضغوطا سياسية ودبلوماسية وشعبية يعني حدثك أستوى احنا اتصلنا وزارة الخارجية ما حدش اتصل بينا تاني وما حدش ادنا أي أدناس ما فيش حد اداكم أي معلومات ولا وعدكم بأي حال ولا أي حاجة لغاية دلوقتي طيب أنا تاني عشان نشوف الصور عشان في أي دولة من دول العالم الناس بتفزع وتغضب لو فيه أسرة بالشكل اللي احنا شفناه ونشوف الطبيب والطبيبة تم اغتيالهما على يد الجماعات الإرهابية الآن على الأقل البنت 14 سنة كاترين لازم نجيبها بأي وسيلة نحاول أن نكثف الاتصالات مع الجماعات الإرهابية صحيح هذه عشان تشوفوا إزاي كيف أنقذت مصر في 36 والحياة ده كمان يخلينا ندعو كل المصريين في ليبيا أنتو مستنين إيه لما بنكلم البعض يقولك طب ما أنا حاجي ما فيش شغل ما تيجي أخو ما فيش شغل أحسن ما يبقى ما فيش حياة يعني أنت يعني يمكن هنا الموت في ليبيا كمان ليس موتا طبيعيا يتم استهداف المصريين بسبب أننا انتصرنا في 36 وبالتالي يتم استهداف المصريين لأن الجماعات الإرهابية المتطرفة في ليبيا تحقد على المصريين أننا أزحنا طيارا ظلاميا إرهابيا من مصر فيستهدفونا المصريين بشكل شخصي سيدنا أستاذ رعي هو كان عايز يجي قال لنا المكان اللي أنا فيه أمان عن الطريق اللي أوصل به مصر قال لك المكان اللي هو قاعد فيه أمان من يجي السك تتفر هو واضح أن الطبيب كمان الطبيب يكتسب علاقات اجتماعية وعائلية مع المحيطين بي بس حتى حتى هذه العلاقات يعني لم تحميل الأسف الشديد طب خليك معايا وحسأل السفير بدر عبدالعطي المتحدث باسم وزارة الخارجية سيد سفير أهلا بيك أهلا بحضرتك سيد سفير عارف أن الوضع في ليبيا له خصوصية ولكن الأسرة الصور اللي احنا شايفينها مؤلمة جدا قتلت طبيب قتلت زوجته وهي صيدلانية اختطفت الابنة كاترين 14 سنة وعالأقل يجب أن نسعى للضغط من أجل استعادتها بدغوط سياسية وشعبية وقبائلية يعني ما الذي يمكن أن نفعله يعني بالفعل فيه تحركات يعني بتتم منذ حدث الإجرام البشا اللي وقع مع السلطات المحلية في مدينة سيرت كما تعلم حضرتك هذه المنطقة خارجة عن نطاق سيطرة الحكومة الشرعية في طبرق وبالتالي الاتصالات بتتم مع السلطات المحلية احنا عدنا افتتاح القنصلية المصرية في طبرق اصبحت موجودة الان في طبرق فالقنصلية والسفير المصري في ليبيا المتواجد حاليا في القاهرة بيجروا بالتنصيق مع الأجهزة المصرية المعنية الصلاة مع السلطات في سيرت وايضا مع القبائل الليبية الشريفة في هذه المنطقة الغربية لمحاولة الاستعادة يعني ابنة الشهدين والاتصالات حتى الان مستمرة لم تسفر عن شيء محدد حتى الان ولكن نأمل يعني في خلال الفترة القادمة يكون في نتائج محددة بالنسبة لجثماني الشهدين يعني تم الان التواصل مع السلطات الخاصة بالطب الشرعي في مدينة سيرت وتم نقل الجثمانين الى مدينة مصراطة وجاري انهاء الاجراءات الخاصة باعادة الجثمانين بمعرفة الكنسولية المصرية الى ارض الوطن الظروف طبعا زي ما حضرتك عارف بلغة الصعوبة احنا ما عندناش ما بنعملش ساد سفير خطة ممنهجة صحيح احنا نقلنا بعض المصريين العالقين على الحدود التونسية لكن لماذا لا تكون هناك خطة ممنهجة لاعادة المصريين العاملين في ليبيا لانه انت تعلم انه بعض الجماعات الارابية تستهدف المصري تحديدا اولا يعني بالتأكيد في خطة محددة يعني للطوارئ وانما يعني لا يوجد اجلاء قصري في الوقت الراهن بمعنى من يرغب في العودة الطوائية بنساعده يعني هناك اكثر من اتجاه لعادة المصريين الرغبين في العودة ان كان بالتنسيق مع الاشقاء في تونس ان كان من خلال منفذ السلوم ان كان من خلال المطارات الليبية العاملة في المنطقة الغربية انما الخطة موجودة ولكن مرة اخرى يعني الوضع الراهن يعني بننصح في المصريين باللجوء الى مناطق اكثر امانا داخل ليبيا من يرغب في العودة بنساعده في العودة ولكن لا يوجد حتى الان اجلاء شامل للمصريين هناك لان يعني المواطن المصري يعني المتواجد حاليا لا يشعر بخطر حقيقي يعني هناك بعض الحوادث طبعا بدون شك اللي بيستهدف فيها المصريين وبيستهدف فيها المصريين وهناك قتل على العقيدة وعلى الديانة ولكن يعني مرة اخرى بننصح المصريين بانهم يبتعدوا تماما عن مناطق الاشتباكات عن مناطق التوتر يكونوا في مناطق اكثر امانا خاصة في المناطق الشرقية باعتبار انها تحت سيطارة الحكومة الليبية الشرعية في بنغازي بالضبط في طبرق في طبرق وهي ومجلس طب خليني خليك مع اسد سفير لان فيه وقعة تانية بيقولوا الوقت كمان 150 مصريا محتجزين واطلقة عليهم الرصاص هنحاول بس نجيب شيخ الصيادين يقول لنا على تفاصيل الواقعة ودكتور سمير يعني اقول سفير بدر عبدالاته وحنا الحقيقة هنناشد الناس انها لان اللي همنا البنت اللي عنده 14 سنة لانه لما تقع في قبضة جماعات ارهابية علينا ان نتخيل ان شاء الله ربنا ينجيها من شياطنهم وربنا يرجعها لكم سالمة ان شاء الله في نقطة تانية يا سيد زوال برزك من نظام الخارجية دلوقتي بالنسبة لنقل الجسامين احنا العقد بتاع الصحة بيقول ماكود ان اتنين على حساب ليبيا فاحنا عايزين الصحة بسر تقوم بمصاريف الصفر الجسامين والاطفال فمش عارب قصارة الداخلية الخارجية لها دور في الموضوع ده لا انا ما فهمتش بتقول ايه بالنسبة لنقل الجسامين والاطفال العقد بتاع الشغل بتاع المرحوم بكتور ماجدي بكتور بيبند ان الدولة مسؤولة عن ترحلهم صفرهم مصاريف الصفر مين اللي هيتحمل مصاريف الصفر طبعا ده يعني في كل الاحوال اذا لم تكن وانا طبعا مش عايز بقى موت وخرط ديارة يعني علينا حتى ان احنا نتكات اذا السلطات الليبية ما خلاص الناس يعني اذا السلطات الليبية والحياة مش مش شايف اي سلطات يمكن ان نخاطبها ومين حينفز بنود العقد لكن على الاقل يمكن انه يعني ان نفعل نحن ذلك اما رسميا او شعبيا يعني فهنحاول نشوف ده بس خلينا اخذ الواقع التانية ان الواقع المهمة كمان ازاي كيف نستعيد الجثمين و اصق انه ما فيش حد حيبخل في حاجة زي كده يعني